ما هو حكم قول جمعة مباركة هي مانا سنة وما وردت عن النبي ومن العلماء من يقول إذا كانت كدعاء فالدعاء مستحبس لا تجعل كل جمعة كل جمعة هل يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة العدد مفتوح قد ما بدك تصلي صلي لأن النبي قال من أتى منكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي يعني العدد مفتوح أما البعدية ثبت عن ابن عمر إذا صلىها في المسجد كان يصليها أربع إذا صلىها في البيت كان يصليها أثنتين ماذا يقال في الاستراحة بين خطبتي الجمعة إذا حبيت تدعي إدعي إذا حبيت تذكر الله أو تستغفر كمان بجوز هل يجوز رد السلام في خطبة الجمعة الإمام الشافعي استثنى ثلاثة أمور للتكلم في خطبة الجمعة منها رد السلام تشمية العاطس والصلاة على النبي إذا ذكر هل توجد صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة لا وهذا قول الجمهور لأن صلاة الجمعة تنوب عن صلاة الظهر هل غسل الجمعة للرجال واجب أو مستحب عند الجمهور هو مستحب لقول عائشة كان الناس في مهنة أنفسهم وكانوا يأتون المسجدة ولهم روائح فقيل لهم لو اختسلتم لو اختسلتم صارف من الوجوب للاستحباب وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم بمعنى حق على كل محتلم متى تقرأ صورة الكهف يوم الجمعة عند الجمهور من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس أما الحديث الوارد موقف على أبي سعيد المخدري وعليه جمهور العلماء من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعة متى هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة ما ثبت عن النبي أي خبر من العلماء من يقول إن الله أخفى ساعة الاستجابة مشان تجتهد بالدعاء طول اليوم أما حديث صحيح مسلم إنها بين صعود الخطيب وبين أن تقضي الصلاة فهو معلل بالاضطراب والانقطاع كما قال الحافظ بن كثير في فتح الباري والحديث أنها من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس هو من كلام عبد الله بن سلام وليس من كلام النبي هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة نعم يجوز استثني صيام يوم عرفة والقضاء والنذر من قول النبي لا يصمن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعد هل يجوز للخطيب أخذوا الإجراء على الخطبة نعم يجوز والأولى البعد ماذا يصلي من أدرك الركعة الأخيرة من الجمعة يكملها جمعة لقول النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في يوم الجمعة ماذا تصلي المرأة إذا صلتها في المسجد تصلي مع الجماعة يعني تصليها ركعتين أما إذا صلتها في البيت تصليها ظهر أربعة في البيت هل من مات يوم الجمعة هي علامة حسن الخاتمة والله موت الجمعة كغيري من الأيام لأن الحديث الوارد من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر ضعيف جدا بعد مراجعتي أعلم أن الترمذ يحسنه ولكن والله ضعيف هل تضيع صلاة الجمعة على من جاء بعد صعود الإمام؟ لا تضيع ولكن لا يعني يثبت في سجل الملائكة لأن الملائكة يسجلون الأول فالأول فإذا صعد الإمام المنبر طوط الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر هل يجوز الإمام رفع اليدين للمأموم طبعا رفع اليدين للدهاء في خطبة الجمعة؟ في قولين للعلماء أختار القول القائل بالجواز لأنه ما في ناهي عن الرفع وحديث مسلم محمول على فهم عمارة بن رويبة هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد؟ لا تسقط صلاة الجمعة عند الجمهور بخلاف الحنابلة لأن صلاة العيد هي سنة عند الشافعية والمالكية والجمعة فرض والسنة لا تسقط الفرض ما هو حكم رجل لم يذهب لصلاة الجمعة؟ هو مرتكب لكبير لقول النبي في صحيح مسلم لينتهين أقوامنا عن ودعهم الجمعة أو لا يختمن على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين هذا والله أعلم